من عنوين النشرة إلى التفاصيل أهلا بكم أجرى محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمر جبر خليل جولة ميدانية شملت محطات الطاقة الكهربائية شمال قضاء بيجي رفقه فيها النأب مشعان الجبوري واستمع المحافظ لشرح مفصل قدمه المهندس وليد خالد الدراجي مدير عام منتاج المنطقة الشمالية حول تقييمه للوضع العام للمحطات الغازية الأولى والحرارية وأنسب الدمار والتخريب الذي طالها بعد سيطرة عليها من قبل عصابات داعش الإرهابية والعمليات العسكرية التي عقبتها وقال المحافظ خلال الزيارة علينا أن نتوجه بالبحث عن محطات جديدة تتناغم مع البيئة والطاقة النظيفة وأن لا نلجأ للحلول الترقيعية التي ستكون تكالفها أعلى مما هو متوفر بالأسواق العالمية مشددا على ضرورة توفر ميزات التنافس وكسب الشركات العالمية الرصينة والتوجه إلى نظام جباية حديث يوفر الطاقة الكهربائية ولا يثقل كاهل المواطن